العتاولة عرفوا في ضيحة شادية وقصة حب شادية وعاطف ونصار رجع حق حنة من عيسى الوزان وقتل سعد وفضحته بين الناس موسيقى اهلا وسهلا بكم في الحلقة الـ 22 من مسلسل العتاولة واللي بتبدأ بغرق كونتنر عيسى الوزان وبيروح نصار وبيشمد فيه وبيقول له انا جاي اوسيك ده انت سرتك على كل لسان يا وزان ولكن بني بيتعصب عليه وبينزل ضرب فيه ونصار بيسيبهم وبيمشي وبيروح خدر العم خميس وبيقلبوا على حنة وبيعرفوا انها قتلت جزء امها فرج وطبعا خدر بيعمل كل ده عشان يعجع نصار يشتغل معامل تاني وبيقول له كمان عيسى هيخلص على الكل ومش هيسكت وبيسرق خدر اسلامك وبيمشي بعدها بتفضل حنة تتكلم عن نصار وحنيته معاها وعشان كده هي اتجوزته وبينلاقي عيسى الوزان داخل فندقه متعصب وعلى اخره وبنكتشف بعدين اني تليفونه اتسرق وبيكون مقاعد كل الناس اللي مشغلهم وبيشك فيهم واحد واحد ولكن نورة بتحاول تحالي الموضوع وتقول له انا هقدر اتصرف وهعرف كمان مكانه وبيطلع نصار هو اللي سرق التليفون وبيطمن حنة وبيرمي التليفون في قلب البحر وبكده يكون الدليل الوحيد اللي ضد حنة راح مع التليفون وبيبان اني بني هو اللي حطه في جيب نصار وهو بيتخانق معاه وبيضربه وبعدها بنلاقي سطرة راحت لنجاة وتتحايل عليها عشان تعرفها ودة الشنطة اللي فيها الدهب فين وطبعا نجاة نسية كل حاجة ومش فكرة حتى سطرة وخميس بيقول لنصار على اللي حصل من خضر وبعدها خضر بيروح لديحة وبيرجع لها وبيضحك عليها زي كل مرة وبيجي مراضيين المالك من المستشفى وعيشة تقول له ده ابني انا وبعدها بيتقابل حنة ونصار على البحر وبيحكي لها عن مقساته اللي كان عيشها مع عيشة وانها اسية وفضحته وقت ما كان محتاج لها بنلاقي ساعدة قاعد على السرير مع واحدة وبيدخل علي الرجالة وبيصوروه وهو معها والبنت بتهرب وبتكون قطة واقفة على الباب مستنية والبنت تقول لها ما اتفقناش على كده يا قطة وقطة تقول لها لو اتكلمتي هننشر الفيديو في مصر كلها وبتتصل قطة وتقول لها الرجالة كتفوا جوه وعملوا كمان الواجب وفي نفس الوقت عاطف وشدية بتبدأ بينهم قصة حب وبتقول له شدية خليك جنبي وهو يقول لها اوعديني تفضلي جنبي وقوا يتزعلي مني مهما حصل وتسمحيني انا عمري ما حبيت ولا تحبيت وكمان بيقول لها انا اسف وياخدها في حدنه وبعدها بيظهر سعد وهو مشنوق جوه شقته وسبتي بيروح لعيسى ويقول له اني هندية هي اللي سرقت تليفونه وسطرة بتعرف بنتها انه خلاص خلصت من سعد ولكن لما شدية بتعرف اني سعد مات بتعيت وتتقهر اني امها هي السبب فقتله وبعدها بيظهر نصار وخدر فعز جز هندية وبيجي عيسى الوزلان وبيفضلوا يتكلموا ونصار يقول له عقبال عذاك وبيرد عيسى بيقول له انا هوزع في اربعينك يستفندي المهم بيرجعوا لعطاولة المنطقة وبيقابلوا صاحبهم ويقولهم ما ينفعش تسقطوا عن اللي حصل ولا تسقطوا على اللي عمله وما بيكونوش فهمين اي حاجة انه يفضح اختوكم كده في الشارع ويطلع الورقة ويبهدلها وكل واحد من نصار او خدر ما بيبقوش فهمين ولا كلمة وبتخلص الحلقة على كده استنونا في حلقة جديدة كل يوم في نفس المعاد